وجه الجهاز الفني لفريق زمالك تحذيرات لللاعبين مدرورة السيطرة على وسط الملعب في مواجهة الترجع التونسي للسيطرة على المباراة وشدد فريرة خلال حديثه مع اللاعبي الزمالك على أن خط وسط الترجع التونسي يعد هو الأقوى بين صفوفه والتفوق عليه وعد مثابة مفتاح الفوز للزمالك هنا فريرة بيوضح لللاعبين أن من أقوى الخطوط عند الترجع خط الوسط هو ده أقوى خط عندهم أقوى خط عندهم في الملعب هو خط الوسط طب الحل إيه؟ أعزل خط الوسط أسيطر أنا على خط الوسط فأقدر أكون الأفضل وأقدر أسيطر على مفتاح الملعب وكون أنا الأفضلية معايا إن شاء الله حرس كابتن إسماعيل يوسف تيجانا مدير الكرة بالنادي الزمالك على تحفيز لعبة النادي الزمالك النهاردة قبل مواجهة الترجع التونسي في دوري أبطال أفريقيا وأكد تيجانا خلال حديثه مع اللاعبين على ثقته الكاملة في قدرتهم على تخطي الصعاب وتحقيق الفوز على الترجع التونسي وتقدم الخطوة نحو الصعود إن شاء الله بدور التمانية من دوري أبطال أفريقيا وشد الكابتن إسماعيل يوسف على إن الجميع يدعمهم لتصحيح المصار سواء جهاز فني أو مجلس إدارة من خلفهم الجمهير المتعطش للفوز جمهير الزمالك محتاجة فوز ودي حاجة يعني محتاجة شرحة للعيبة